سلام عليكم وكل سنة وانتوا طيبين رجعنا خلاص من الصلاة وهجاهز معاكم كبدة سريعة للفطار صورتها كده سريع سريع اول حاجة هجيبتها عميقة شوية وهضيف فيها زيت وهضيف معايد دهون بتاع اللي بتبقى مع الكبدة اول لو عندك ليه من ليهة الخروف تحطيها طبعا ده اختياري واول ما يبقى لونها دهبي هضيف شراحي الكبدة اللي عندي شراحي الكبدة متقطع صغير والكبدة كن مش غسليها بس عصر عليها ليمون وبقلبها شوية وبفككها في الزيت عشان ما تكتلش يعني عشان تبقى متفككة ما تبقاش كتلة واحدة واول ما يبقى لونها يتغير هضيف شراحي من البصل وقلبهم مع بعض كده تقلبتين مش عايز البصل يدبل او يستوي لاني لسه هضيف باقي الخضار عندي فلفل الوان وفلفل حار بضيفهم طبعا ده اختيار الفلفل حار لو مش حاب تضفيه بلاش او الفلفل الوان لو عندك فلفل رومي بس تقدر تضفيه وضفت من طماطم متقطعة وفصين من التوم مفرومين وعصير ليمون وعندي بهارات شطة حرائقة وكزبرة وكمون وفلفل اسود وملح طبعا كل دي بتحط الكيميات اللي هي مناسبة لك على حسب رغبتك وبقلبها كويس مع بعض وبسيبها هي تكمل سواها الكبدة ما بتاخدش وقت طويل على النار في الاخر بضيف لها معلقتين كزبرة خضرة اجربوها بتديها طعام حلو جدا وما بخليها تستوي كتير على النار تقريبا بتاخد خمس دقائق على النار عشان ما تجلتش وما يبقاش لونها اسود فبخليها كده تبقى جوسي كده وطريق عشان ما طولتش على النار خدت الوقت الكافي بس سواها وخلاص طبعا الكبدة يفضل دايما ان تعمليها وهي طازة وهي فريش فبيكون افضل كتير لكن لو كانت عندك برضو في الفريزر تقدر تعمليها بنفس الطريقة دي وان شاء الله تطلع معاك برضو حلوة شايفين لونها فاتح وما شاء الله جميلة ازاي وكمان طريقة جدا وجوسي يعني مش ناشفة خالص اجربوها بالطريقة دي وان شاء الله تعجبكم وما تنسوش تكتبوا لي رأيكم تحت في الكومنتات ولو عجبكم الفيديو وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو بيعجبكم الفيديوهات والبقدمة وتفعلوا الجرس وشكرا ليكم